موسيقى مرحب بكم في أول ندوات حطحور يمكن كان من التوفيق من القائمين على المركز حطحور أنهم يختاروا موضوع زي دا للبداية موضوع عن السينما وإزاي بتعكس المجتمع هل هي فعلا مرأة للمجتمع؟ ولا السينما هي اللي بتحرك المجتمع؟ يمكن هذا السؤال بدأ يطرح بكسرة في السينيين الأخيرة لما بدأ الناس تتهم الدراما أنها بتشوه الواقع أو أنها هي اللي بتعلم بعض الأخلاقيات للناس وتشير إليها بأصبع الاتهام في انتشار سوليكيات وألفاظ بعينها ودائما المقارنة حضرة بين هذه السينما وبين سينما التلاتينات والأربعينيات والسؤال أو المفرقة الواضحة شفتوا الشياكة زمان شفتوا الناس كان بتتكلم إزاي هل السينما هي اللي كانت بتخترع دا وهي اللي بتقدمه وبتعلمه للناس؟ ولا هي بتعكس واقع كان موجود فعلا وقتها؟ لما نتكلم عن السينما وعن صناعة صورة وإزاي بتظهر هل مطلوب من السينما أنها تقدم الواقع زي ما هو؟ ولا أحياناً عليها أنها تجمله حتى لا تتهم بتشويه بلدها أو تقديم نماذج سلبية؟ سؤال دايماً بيطرح من أوقات كتيرة يمكن كان أول من طرح في السينما الواقعية، سينما التمانينيات لما وجهة اتهام لها بأنها سينما الصراصير والبلعات زي ما كان بيتقال وقتها على موجة من أهم الموجات الواقعية اللي ظهرت في السينما المصرية الحقيقة السؤال قديم جديد أيهما يمثل الآخر؟ هل المجتمع هو الذي يمثل السينما؟ ولا السينما هي التي تعكس ما يدور في المجتمع؟ هل هي اللي بتقوده؟ هل هي بتعلم الناس سلوكيات؟ هل مثلاً هي اللي كانت بتعلم العالم العربي زي ما بيقول البعض إزاي يقلده ملابس فاتن حمامة ومديحة يسري واختفت هذه الصورة الجميلة؟ ولا لأن الصورة كانت كده والسينما كانت بتعكسها؟ الحقيقة سئلة كتيرة يمكن أن تطرح في هذا اللقاء اسمحولي أولاً أن أرحب بضيوفي اللي معانا اسمحولي أرحب بالسيدات النقدة الأستاذة الدكتورة ياسمين فراغ أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون أهلاً وسهلاً برحب أيضاً بالسيناريست المعروفة الأستاذة عزة شلدي أهلاً وسهلاً وطبعاً برحب بالمخرج المعروف الأستاذ خالد يوسف المخرج والنائب هو هنا طبعاً بالسفة فيه الكلمية برحب بيكم أنا مونة سلمان بيسعدني أن أكون معاكم في هذه الدقائق قبل ما نبدأ النقاش خلينا نتفرج على هذه الصور اللي على تهلنا زميلتنا الأستاذة هويدة طاها واللي من خلالها بتحاول أنها تقرخ لفكرة كيف قدمت الحقيقة على شاشة السينما اشتركوا في القناة يا مصر يا فلادي عليكي من السلام يا مصر يا فلادي شهد عزة ريس من فؤادة باكر زي الكلام ده يعني انسيب سينا لإسرائيل دي عرضنا مصر يا فلادي عليكي من السلام سينما هيامل ثورة في مصر هل السينما هتقدر تشيل خطايا لكل المجتمع؟ الشارع الآن رقيب أكثر خطرة من الرقابة الرسمية ألف مرة السينما المصرية مكبلة بقيود قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة وحتى هذه اللحظة السينما بتحارب وبتحارب مثلاً من الطيار الإسلامي المتشدد لأنها أداة تنوير حقيقية كل الأفلام اتعاملت عن الإرهاب هي نوع من الصور الكاريكاتورية نحن بقول إن السينما هي مرآة المجتمع فبتعكس الواقع زي ما مصر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي حصل لها هزة، السينما كمان حصلت لها هزة موسيقى مئة عام مئة عام مرت من عمر السينما المصرية كانت خلالها مرآة لواقع المجتمع المصري دائماً وللواقع العربي والإقليمي أحياناً حتى وصفت القاهرة بهوليوود العرب السينما المصرية التي استمرت منذ مولدها مرآة لحركة التطور في مجتمعها تغيرت صعوداً وهبوطاً بحسب صعوده وهبوطه أيضاً على شاشة السينما أو مرآة المجتمع السينما عبر تاريخها عبر 100 سنة حاولت بقدر إن كان إنها تعكس قضايا المجتمع لكن قبل 52 كانت في أقل فترة عكس قضايا المجتمع ما كانتش السينما المصرية خالصة مصرية وبالتالي كان الهم مش هم مصري زائد إن الطبقة اللي كانوا بيكلموا عليها كان دائماً طبقة البشاوات والطبقة اللي فوق اللي بجوزة المتوسطة يعني قصص قليلة جداً اللي هي ليلة بنت الفقراء لكن بقية الأفلام دايماً كان في صراية الباشا في دايماً الناس اللي بترقص تانجو وبترقص بلس وبترقص وده ما كانش معبر عن الواقع المصري في الحرب دي كان معبر عن نسبة المصف في المية قومي إليك السلام يا أرض أكدادي عليكي من السلام يا مصر يا بلادي عليكي من السلام يا مصر يا بلادي هاي أنا عايزة وقف عند الاسم اللي اخترته هويدا الاسم اللي اخترته هويدا وقالت عليه هل بالفعل السينما مرآة هل عليها إنها تعكس بنفس الدقة وبنفس الأبعاد وبنفس التفاصيل ما يحدث في الواقع أنت موافقة على الكلام ده سوزة ياسمين شايفة اللي فعلاً السينما مرآة ولا أحياناً عليها تبقى عدسة مكبرة ولا أحياناً عليها تبقى قاطرة أنت شفاة إزاي يعني إيه دولة اللي تلعبوا؟ قصي هما الرأيين موجودين يعني على مستوى العلم فعندك مثلاً فرويد بيقول إن الفن بيخلق الظاهرة وفي علماء تانين بيقولوا إن الفن بيحاكي الظاهرة فأنت عندك الرأيين موجودين إمتى بيحاكي؟ وإمتى بيخلق الظاهرة؟ ده بيعتمد على الأيدولوجيات الكبيرة للأنظمة هل في مساحة من الحرية بتسمح إن فن يخلق الظاهرة؟ ولا مفيش مساحة من الحرية تجعل إن الفن يخلق الظاهرة فلازم يبقى في حيز معين جوه قالب معين أيوة لكن يعني مثلاً أنا خلينيها أقفعد ولحظة اللي قالها قصة خالد يوسف التصير فكرة مثلاً دايماً الناس بتستشهد بشهاكة سينما الأربعينات والخمسينات هل هيك بتعبر عن المجتمع؟ هل هي بالفعل ساعتها نقدر من السينما كانت مرهية فعلاً؟ يعني إحنا ما اختلفناش من أيام الملكية لحد دلوقتي نسبة الـ 2% بتوع الطبقة اللي هي ركبة عربيات وعندها تكييفات في البيوت كانت بشوات آه دلوقتي أنت عندك اختلف المصطلح ولكن النسبة ثابتة ما تغيرتش التعداد زاد، التعداد السكان زاد ولكن النسبة ثابتة نفس الأفلام البشوات فيها الشخصيات الطبقة البرجوازية زي أستاذ حمام مثلاً ما هو دمش وهو بطل الفيلم رغم أن الأحداث بتدور في قصر الباشا انت فاهماني؟ إذن إحنا مش كل الأفلام بتدور حول الطبقة الغنية وإلا كان لحد دلوقتي ده موجود على فكرة أنت عندك في المسلسلات تحديداً كمية القصور اللي بيسكنها أساد زد جامعة وموظفين وأساساً منافية يعني بتتعارض مع الواقع يعني مش مظبوط قوي يعني لدرجة ده بقى الفن اللي بيخلق الظاهرة فكرة أن كل الناس عايشة في فيلل وأسور وعربيات تفاخرة وخاصة دراما التلفزيون لأن بتجيلك البيت أنت مش بتروح لها زي السينما فدي تخلق الظاهرة شئنا أم أباينه عكس السينما مثلاً أنت بتروح للفيلم لكن في النهاية الاتنين موجودين والنسبة ثابتة وده بيعتمد على أيدولوجيات النظام الحاكم هل السينما دورها أنها تركز على زيارة وهي متصورة أنها ممكن تمصل لحل لها؟ أنت شايفة إيه؟ أعتقد أن لولا أن كان فيه كاميرا في الفترة الحرب العالمية التانية ما كناش ممكن نشوف كارسة الإنسانية مجسدة وبناء عليها اتعمل عنوان أو نوع جديد جوه السينما في العالم بتاعنا إحنا في الظروف اللي فيها حالات انحطاط أو فيها يعني تعقيدات اجتماعية وموروث تقيل بنخاف إن إحنا نظهر صورتنا الحقيقية عموماً يعني اللي إحنا بنعيشها والسينما ليها حساسية كبيرة في التعبير عن المجتمع لكسر المحظرات ودايماً برضو في الكتب وفي على المستوى الواقعي أنه دايماً نقولك هو فيه ثلاث حاجات على الكاتب وعلى المخرج إن هو يتناولها اللي هي الدين والجنس والسياسة لأن الثلاث نقاط دي كلنا بنفكر فيها بس ناس كتير ما بيقدروش يفسحوا عنها فهنا الدور بتاع اللي بيلعبوا اللعبة بتاعة الصناعة دي وبالتالي العلاقة بين المجتمع والسينما هي علاقة جدلية بمعنى إنه السينما الرصيد بتاعها هذا الواقع اللي بيعيشه الصناع الدراما والفن بشكل عام وفي نفس الوقت هي كمان بتأثر تأثير هنا مش زي القرارات السياسية مش زي لا هو تأثير بخاطب القلوب يعني وبخاطب العاطفة لأنه بتتجسد هنا أدوات اللسينما زي ما احنا عارفين إن هي بيبعندك أشخاص بتلاقي نفسك عندك ثلاث احتمالات في الدراما اللي بتتقدملك إنك أنت تحس إن الشخص اللي قدامك عيشت نفس الأزمة بتاعته أو متعاطف معاه أو مصدق إن ممكن داي أحسن لكن ده ما بيلغيش على الإطلاق إنها يعني زي ما كانت ياسمين بتتكلم عن فكرة إنك بتعمل محاكاة للواقع شوية ممكن نتكلم نص دقيقة في الفكرة دي إنه هو في كل الكتب برضو أقول لك إعادة صياغة الواقع وفي كلام كمان حصل تجاوز للكلمة بتاع إعادة صياغة الواقع هي اسمها إعادة تركيب الواقع بمعنى يعني يمكن أتكلم بمثال واقعي مش شوية يعني مثلا في أسرار البنات هي تيمة تيمة مش جديدة على الإطلاق تم التعرض ليها وعشان كده بيقولوا ما فيش في الفن حاجة جديدة مبهرة لأنه خلاص يقلي أفلام كتيرة تكلمت عن الحب تكلمت عن الموت عن الكراهية يعني خلاص اتماد كلها استهلكت من ساعة ما تعملت الدراما طب أمال هي هي ليه عايشة؟ هي عايشة بسبب اللي بيقولوا عليها التكييف أو وجهة النظر أو إعادة التركيب اللي بيقدمه المبدع هنا هو ده اللي بيخلي عاملة زي المركبات الكيميائية إن إحنا عندنا المكونات بتاع الطبيعة في أكسوجين وفي كربون لو حطيت شوية نار على الأكسوجين ممكن يعمل مفرقعات هنا شوية النار دي هي وجهة النظر أنا بناقش الحب هنا بس شفته من وجهة نظر تانية لدرجة فيه فيلم مثلا اسمه أمور في 2012 واخد السعفة منتكلم عن الحب اللي بينتهي بيه وأنت وقاعد بتتفرج إن الزوج اللي مراته مريضة وفي حالة تداعي فضيعة جدا بيموتها وإنت ده وجهة نظر تانية عن مفهوم الحب وبتتعاطف معي إذن هنا فكر اللي بيخلي أي عمل مختلف عن التاني هي نظرة الكاتب والمخرج لهذا العالم النظرة الخاصة لي فهرجع تانية ندي بس المثال البسيط إن في أسرار بنات كان ممكن الفيلم يروح لإدانة البنت وإنها القدر ينتقب منها ومن سلوكياتها المخلة وكذا اللي مرعتش التقاليد ولكن هنا التصور في إدانة المجتمع ككل هو دي عادة التركيب اللي احنا بنتكلم عنه إن المعطيات هي هي الواقع هو هو بس أنا كمان بعيد تركيبه بحس بخلي المتفرج اللي بيشاركني ده إن يشوفه من وجهة نظر تانية مختلفة عشان كده إحنا دايما في المجتمعات بتاعتنا ما أحلى إن إحنا نصدر صورة عكس الحقيقة واللعبة الأساسية بتاعتنا اللي هو لأ إحنا بنكشف الحقيقة عشان كده في اللحظات اللي فيها رقابة واللحظات اللي فيها صوت عالية حوالين عظمة هذا الوطن والمجتمع تمام وإن إحنا حلوين قوي وكل الكلام دوت هنا بيظهر العدو بقى اللي هو عايز يشرح فهنا مفهوم العداء بيبقى جاي منين؟ الحقيقة وعندنا تاريخ طويل يعني وكمان فيه جزء يعني السينما مثلا زي ما كان خالد بيتكلم عن السينما عندنا كانت في الفترات الأولى بتناقش البشوات والبهوات ومش قريبة من المجتمعات حصل ده في إيطاليا بعد الحرب العالمية التانية كان عندهم سينما اسمها سينما تليقات البيضاء بعد الحرب العالمية التانية هنا اتعملت سينما الواقعية الجديدة في إيطاليا بفيلم مشهور جدا اسمه روما مدينة مفتوحة لواحد اسمه روسليني ودي كانت أول مرة يبقى الكاميرات بتنزل الشارع والأول مرة بيبقى فيه ممثلين بيرتجلوا هنا الحرب نفسها فرضت شكل تاني في التناول الفني مختلف وكل مرة لما نشوف عمل ليه صلب الواقع الاجتماعي نكتشف كويس قوي انه هما الاتنين علاقة أبدية ما ينفعش فصلهم وحتى كمان فيما يتعلق بأشكال كتيرة في الدراما لان مش بس كل الأفلام بتناقش الواقع الاجتماعي بتناقش البشر والتناقضات اللي جواها أعتقد أن أستاذ خالد يوسف ناله دايما نصيب الأسد من الاتهامات فيه والتهم دايما بفكرة تشويه الواقع الحال انت وظيفتك شايف ان انت تقدم بس الواقع ده تعمل فيه قطاع عرضي وقطاع طولي وتصدم الناس ايه اللي بيبقى في دماغك وانت بتفكر تتعامل مع الواقع من خلال السينما يعني اسمحيني ان انا مش هرد رد وبشر وهقول بس حاجة صغيرة وبعدين هرد على سؤال حضرتك يعني لو نتفع على ايه هو تعريف السينما يمكن هنحل الاشكالات السينما وسيلة من وسائل التعبير الانساني نقطة او السينما حدوتة مرقية نقطة دي التعريفات العلمية لكلمة سينما فما بين حدوتة مرقية وما بين وسيلة من وسائل التعبير الانساني ممكن يبقى الكلام ده كله غير الذات معنى بمعنى حدوتة يعني تسليني فيبقى الهدف بتاع التسليل اللي بيتكلموا عليه ده كلام حقيقي اذا ما كانتش الفن ده هيسليك ما قالوش لازم ومرقية يعني هتمتعني بصريه طيب انا بعمل ايه بقى اختاري الحدوتة دي دي بقى وسيلة من وسائلي للتعبير عن حاجة انا حست الحاجة دي حاسسها بقى في احلامي حاسسها بالتساقي مع الواقع مع انا عايش في فنزويلا ولا عايش في مصر المهم ان هي حالة من تعبير من التعبيرات الكتيرة اللي بتتلقفها الفنون والأداب عشان تعبر عن النفس البشرية فالنفس البشرية لما بتيجي تعبر عن نفسها بشعر بأدب بسينما بمزيجة بتبقى مشحونة بجماع اللي هي عاشته واللي هي ملتصقة بيه واللي هي متأثرة بيه فده بيطلع مرة ممكن تلاقي حالة حالمة كده ملهاش اي علاقة بلا بأرض ولا يعني مش مش حطة رجليها على الأرض وحالة خيالية ليه الفنتازيا مسلا وانت ما انتش عارف حتى كفنان انت وصلت لها ازاي ولا عملتها ليه انت اشتها كده وحستها كده وقدمتها حلمت بيها زي في الليل اه بالضبط يعني ومرة تكون انت مشحون بحدثة حصل على الأرض وقصرت بيها ومعرفتش تتجاوزها وقصرت في عمقك الإنساني فعبرت عنها بحدودة مرئية بيّنت جراحك فيها او بيّنت واجعك فيها اللي انا عايز اقوله لو بنتكلم كلام علمي السينما ملهاش علاقة بالتعبير عن الواقع هي تعبير عن الإنسان ليه؟ لانها هي تخلق واقع مغاير يعني اما قالت الأستاذ عزة اعادة سياغة الواقع يمكن بختلف شوية في الجملة هي مش اعادة او تركيب الواقع هي مش اعادة سياغة مش بختلف مع كلامك بس عندي تحفظ على اعادة سياغة وتركيب الواقع انا بشوف انه السينما كما قال صلاح عبدالصبور صلاح عبدالصبور اللي هو بحث مهم جدا على فكرة ونادر ومش مقروء قوي على فكرة الحياة الأخرى أن الفن هو حياة أخرى غير الحياة اللي احنا بنهاش تخلق واقع تخلق واقع لوحده يعني إما بنيجي نتكلم على سبع مليار من البشر وحضرتك قدمتي أسرار لبنات البنت اللي هي عندها خمستاشر سنة دي الخمستاشر سنة دي البنت دي هي السبع مليار زائد واحد هي ملهاش علاقة بالبنت حتى لو انت واخدها من قصة حقيقية ملهاش علاقة بالقصة الحقيقية اللي اني يمكن انت استلهمت بيها البنت ديت وجبت قصتها انت خلقت شخصية أخرى تقدر تقولي عليها سبع مليار وواحد هي الشخصية اللي زيادة عن اللي موجودين على أرض الكون كله فعشان كده الشخص اللي احنا بنقدمها ما هياش شخصيات موجودة في الواقع ده احنا دي شخصيات خيالية أنا خلقتلها حتى لو تقاطعت وتشابهت ويعني تماثلت تماما هي شخصية جديدة غير السبع مليار اللي موجودين على أرض الكون أنا خلقتلها تاريخ قد يتشابه مع بعض اللي موجودين وقد لا يتشابه لكن في النهاية هي شخصية جديدة تماما فعشان كده فكرة ان الحياة اللي احنا بنقدمها على الشاشة دي بشكل علمي هي حياة مختلفة ملهاش علاقة بالواقع خالص طيب بس ده لا ينكر أبدا أبدا أن هناك زي ما قالت عزة حالة ديالكتيك تأثر وتأثير ما بين الواقع والسينما أو ما بين الواقع والفن ومن ينكر ده ويقول الكلام اللي أنا قلته الأولاني ده ويروح عامل نقطة وساكت يبقى برضو هو مش رصد الحكاية على بعضها بيهوم في خيالات لا الحقيقة أنه أنا بتأثر بالواقع وبأثر في الواقع بنسب قد إيه ما حدش يقدر يحسبها ولا أي بحث علمي يقدر يحسبها تحميل السينما جرائم الواقع ده كلام أنا بنفيه تماما يعني السينما غير قادرة والفن غير قادر على إيجاد ظاهرة مستحيل يعني مستحيل أن أنت توجدي ظاهرة أنت ممكن تخرب الوجدان عبر سنوات عديدة بأن أنت تخرب الفنون والأداب بشكل عام فاتطلعي جيل خاري بالوجدان آه يعني مش فكرة أخلاق الأخلاق حاجة والوجدان حاجة أنا بتصور السينما ما بتلعبش لها على الأخلاق ولا بتلعب على الوعي على الإطلاق السينما والفنون اللي زي الممزيكة والسينما والصورة والحاجات دي بتلعب على الوجدان فقط ما بتلعبش على حتى زيادة مدارك الإنسان أو تطوير حتى تفكيره قد ما بتلعب على فكرة إن الوجدان لو أنت عرفت تتزوق الفنون ديت وتتلقفها هيطلع وجدانك سليم طيب خليني يوقف عن دلوقت أنت أثرتها فكرة إن السينما ما بتخلقش واقع ما بتأثرش فيه وأعمقها شوية وأرجع تاني لأستاذة ياسليم فراج الفن من آلياته إنه بيعمل كاثارسز أو تطهير للوجدان لو كان الفن جيد يبقى إذن الموضوع مش مش إنه يعني إحنا جزء من الفن بيخلق البني آدم لأنه الفن أداة من أدوات الثقافة ما قدرش أقول إن الفن بلعب على الوجدان بس لا الفن يعلمني بيعلمني طريقة اللبس وطريقة الكلام وطريقة وأنا يعني يمكن عندي كلام عن الخطاب في الفيلم الخطاب في الفيلم مختلف عن الخطاب في الأغنية عن الخطاب في الفن التشكيلي عن الخطاب في البلاي يعني لو دخلنا في الخطاب مثلا في السينما هنلاقي ان الخطاب في السينما بيعتمد على الصورة وبعدين الحوار انا هنا بهتم بالصورة الاول لان كمان السينما بدأت صامتة فالصورة شكلها ايه وبعدين فكرة الشخصيات الخيالية طب هو السيناريو او الفيلم شخصية فقط ولا يعني الجو والمحيط كله لا طب هتخلقوا هتخلقوا في ايطاليا ولا في مصر يعني حينما يصار حينما يصار لا انا بشاور على حاجة انا بشاور على حاجة ومنطقة معينة لها تقالدها ولها اعرفها لو نفس المنطقة دي وانا رحت اسبانيا وشفت عشوائيات فيها العشوائيات بتاعت اسبانيا مختلفة عن هنا اذا الموضوع مش خلق شخصية فقط لا ده الامبيانس كله يعني الحالة اللي موجودة كلها بتفاصيلها بتقول اني دي مصر هل مثلا ان السينما ممكن تغير طريقة التفكير مثلا طريقة النظرة للمرأة طبعا يمكن دايما مثال الظاهر ومتداول حتى على سوشيال ميديا الحوار او شخصية ليلة في فيلم الباب المفتوح في مقابل شخصية شفيقة مثلا في تايمور وشفيقة نظرة للست طريقة التعامل معها باعتبرها كيان حر وقادر على التحقق وفي مقابل انها لا انا بغير عليكي انت ما تتكلميش من غير اذني ما تفتحيش بوق غير لما تقوليلي وفكرة القابلية الاجتماعية ان السينما هنا خلته مقبول اجتماعيا وهنا خلته مقبول اجتماعيا هل هي اللي خلته كده ولا هي تجاوبت بس مع مناخ كان موجود بس جزء منه طبعا الفن لان الفن بيروج تاني لايدولوجيات بيروج لافكار فانت عايز تحط المرأة فين وانا لسه كنت بكلم عزة من شوية على صورة المرأة مثلا في الافيش انت فاهمها هل هي في المقدمة ولا في الخلفية صورتها ايه هل طلع فتاة اغراء ولا طلع محجبة ولا كل ده بيانعكس على المرأة اللي في الشارع خلي بالك بصي يعني ام كلسوم ست بسيطة وفلاحة وجاية من الريف ام كلسوم وهي لابسة لقاء الحاجة ولما جات مصر واختلطت بالحياة المدنية اللي افتقدناها رغم اننا قاعدين في المدينة اختلفت النهاردة انت عندك المدينة ما تختلفش كتير مثلا عن القرى والنجوع في مناطق منها عندك مصر القاهرة واسكندرية تحديدا ليه لان فقدنا حتة اسمها المدينة الكوزموبوليتان اللي كان فيها تعدد جنسيات وبالتالي شكل المرأة انغلق المرأة المصرية انغلقت على نفسها فاصبح اصبحنا الشكل بيرجع لورا مش بيتقدم قدام السينما بتخلق بتخلق الظاهرة فات الحمامة جاي من المنصورة ولكنها كانت فات ليدي كله تأثر بيها من ضمنهم مامتي اللي كانت من المنصورة اللي ما نزلتش القاهرة ولكن لبساها لما تشوفي الصور هتلاقي فت الحمامة مارين فخر الدين وناديا لطفي كان فيه طبقة رائدة احنا افتقدنا للطبقة الرائدة في الحياة فبالتالي انعكس ده على السينما انت النهار ده ما عندكش حد بيقود ثقافيا وبالتالي حصل في كل حاجة على مستوى الصورة وعلى مستوى الخطاب اللغة نفسها يعني خليني اكلمك مثلا في خلق ظاهرة الخطاب ها عندك تلت فترات الفترة الاولى كانت ما قبل 52 واستمرت بحكم قوة الدفع لحد 67 الفترة دي كانت الجميع بيتكلم بلغة كل العادين في المدن تحديدا واللي بيجوا من الريف ويلتحقوا بالمدينة زي مكلسوم وزيفات الحمامة هتلاقي مثلا اللغة نهارك سعيد بونجور حضرتك في لغة مهزبة ويدخلها بعض المصطلحات الفرنسية تحديدا اختفى ده اختفى ده بعد 52 تدريجيا وتجلى قوي بعد هزيمة 67 هنلاقي ان اللغة بقت اللغة البرجوازية كل ده تشال منها اللغة عمية عمية بتاعت الطبقات اللي هي يعني اتعلموا في مدارس طبيعية في مدارس الحكومة انت فاهماني اتشال منها المصطلحات وتشال منها الالفاظ اللي كان فيها اقرب للطبقة الوسطى ما هو الطبقة الوسطى العامة لغة العامة المرحلة الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي الخطاب العشوائي انت ما عندكش مرجعية لأي خطاب في اي فيلم الفيلم ممكن مخرج واحد ممكن سيناريست واحد يعملك لدرجة المرجعية في اللغة نفسها يعني نهارك سعيد او صباح الخير بقت صباحه وبني اسمع انت فاهماني حتى المرجعية على مستوى اللغة كلمة او كلمة دكوغ او كده بقت اشطة فده نحت اللغة اذا الفن بيخلق الظاهرة هنا ان حضرتك تقوليلي ان اشطة وصباحه والكلام ده احنا اللي خلقنا السنمعين اللي خلقوه ده كلامة دكتورة بصراحة غير علمي اصلا كلام ده كله موجود في الواقع وكلنا شفناه وكلنا بنسمعه بنسمع اوحش منه بكتير انت اللي استدعيته انت كمخرج وسيناريسته انتو اللي بتستدعوه اخترته يعني اخترته هو مش فكرة الترويج هي فكرة المصدقية انا عمدي ميكانيكي مش اخصيد ميكانيكي ودي لغته في الشارع بيقولها انا لو طلعته يقول نهارك سعيد هيبقى فيه دحك في الصالة لازم استخدم الفوكابلر بتاعه مفرداته هي دي مفرداته السينما مقلفتش السينما هنا اقرت الواقع اللي موجود وخدت المفردات المستخدمة عمد الواد البلطاجي بيقول ايه عمد الميكانيكي بيقول ايه عمد الدكتور حتى بيقول ايه الناس بتتكلم ازاي انا مقدرش ابقى بعيد عن الواقع واقول ان انا ههز بالخطاب عشان اهز بالواقع مش هيتهزب على فكرة مش هيتهزب على فكرة بتخضع للمجتمع او بتحاول انك تماغ لا اخضع مش فكرة خضوع ولا فكرة اقرار الواقع الفكرة هي المصداقية انا بقدم حدوته بطلب منك كمشاهد ان انت تنسى انها حدوته وتعيط لما البطل يموت صح؟ لازم المشاهد يصدقني لان المشاهد لو قاعد دلوقتي يتفرج على السينما ولقى البطل ولا البطل ماتوا وعايت لو هو فاكر انها تمثيلية وعايت يبقى راجل اعبل انا بنسيه اصلا انه هي تمثيلية بينسى بعد عشر دقايق بينسى ان ده فريد شوقي وده نور الشريف وده فلانة وده فلان بنسيه بنسيه ازاي بالتفاصيل الصغيرة تفاصيل الصغيرة هي اللي بتخليه واحدة واحدة ينسى خالص ان دي تمثيلية ويتجاوب مع البطل لو هو قاعد نهارك ساعيد خلاص فصل المشاهد تمام لو هو لبس لو هو لبس اللبس اللي مش مظبوط اللي ما بيلبسوش هيفس عشان كده مثلا تعريجا على حاجة ملهاش علاقة بالندم انا برفض ليه شغل المحجبات في السينما كممثلين مش من منطلق لانها هتبقى محجبة في كل السياقات وهتفصل للجمهور وهتخلي الجمهور عارف ان دي حنان تورك هينسى خالص انها زينب عمره ما هيفتكر انها زينب وعمره ما هيتأثر في اخر الفيلم لو انا مودت زينب دي اوه هيتأثر لانه عارف ان دي زينب اللي بتمثل حنان اللي بتمثل ليه ان بفكره طول الوقت انها قاعدة معجوزها بالحجاب قاعدة على السرير بالحجاب ده يعني في كل حتة بالحجاب وبالتالي انا عمال افكره خب بالك دي حنان تورك اللي بمثلها دي حنان تورك اللي بمثلها انا عايزة نسيك فالتفاصيل الصغيرة دي البسيطة اللي حضرتك بتقولي لو انا مستخدمتهاش كصانع للسينما او الاستاذة عزة على طول المشاهد مش هيصدق الفيلم فالمسألة مش سهلة بالدرجات دي ان انا اقدر اخلع نفسي برا الواقع بتاعي وما اتكلمش بلغته لا يمكن لكن هل لكن ان انا قادر هل انا قادر مثلا اخلق ظاهرة عم بفيلم تقدر تخليه مثلا مألوف هل هل تقدر تخليه مألوف مثلا هل عبدو موتا انا هو يا جماعة بتكلم هو عن عبدو موتا فيلم ما بحبوش وما بقولش ان هو فيلم عظيم ولا اي حاجة لكن ومالوش اي صلة بيه بس انا بقولك عبدو موتا ده جاب عشرة في المية من البلتاجة اللي في الشارع مش صحيح ان نزوده مش صحيح يا جماعة يا جماعة انزلوا للواقع انت هترجعوا تاني النفس حين ما يصر هو الواقع ده فين ده مش موجود لا موجود بس والله اللي بيحصل على الارض اللي عملوا عبدو موتا اللي قد كده ويكبروا ويقدموا للناس كلها يعني انا ما شفتش بلتاجة كده يعني انا متفقة مع خالد في كذا نقطة اول حاجة الجزء الاولاني اللي كان بيتكلم عنه ان احنا بنخلق شخصيات خيالية وقلتلو انه في تعريف تعريفين للسينما زي ما كان بيقول ان السينما قصة تحكى بالسور في حاجة تانية تعريف زريف اسمه بيقول ان انت بتكلم عن سجل لشخص وهمي ازاي بيمشي حياته لكن كمان الشخص الوهمي ده انا باخد لمحة وانا برسم شخصية باخد لمحة من ياسمين لمحة من مونة لمحة من خالد وبحطها في شخصيتي على حسب انا عايزة امشي فيها بأي مصار وبالتالي لهو خيال مطلق فانتازية وفقط لان حتى بيقولوا ان الاشخاص اللي هي ما بتقراش وما بتتبعش افلامه وما عندهاش قدر من الثقافة يليق بالمكان اللي هي فيها ممكن تعمل افلام فانتازية وفقط لانه كل افلام بتاع الخيال العلمي مثلا اللي حصلت اتبنت على حقائق علمية لو هذا الفنان ما كانش بيتابع الحقائق العلمية دي مش هيعمل او فيلم القانوني اذا بالزبط اذا هنا مهوش حاجة خيالية كاملة ولكن هي مسنودة لان كلنا بدون استثناء سواء بنكتب او مواطنين عاديين احنا حصيلة لا انا اقولك انها خيالية مطلقة حتى لو انت ختابك لان انت متركبي حاجة مزبوط لا لا معلش معلش يعني انا قصدي احنا مش مختلفين على فكرة هي وانا مع كمان نقطة انه فكرة ان سينما ممكن تنتج ظاهرة عنيفة انا ضد ده تماما لانه الحقيقة الظاهرة بتاعة العنف في مصر لو خدناها كنموذج اولا تاريخ طويل جدا من انهيار اقتصادي ومنظومة كلها يعني عايزالها وقت طويل نتكلم فيه وكلنا تقريبا عارفينه ان انا يجي فيلم او عدة افلام ادنها بانها هي اللي خلقت الظاهرة دي ده مش حاية ده مش حاية لكن زي ما كان بيقول خالد او كان بيقول حد من الموجودين انك انت بتعمل استراس عليها بترويجها زي ما اكون انا بتخليها مقبولة اجتماعية مضبوط شبيهة بان ممكن مثلا وانت بتعملي فيلم بيتكلم عن علاقة خاصة بين اتنين وانا مش شايفة مبرر ان تبقى العلاقة فجة واقدر اعمل لها مش مسألة اخلاقية لكن انه فنية فهنا ممكن اروح رايحة بحكم السوق ومزاج الشعبي اعملها فجة يبقى هنا فيه تعمد على ان انا بلعب على مزاج السوق الحكاية فيها خطوط كتير معقدة لكن فصل الدراما والسينما بالكامل على انها طايرة في كوكب لوحدها بعيدا عن حتى خبرات اللي بيعملها ما اعتقدش طبع يعمل ايه يعني قصدي مثلا خالد يوسف جاي من ثقافة من بيئة عنده تكوين نفسي واجتماعي وكذا بيخليه يختلف عن بقية الناس بيخليه وهو بيتناول الفيلم غير ما انا هتناوله يعني النهاردة له هك اذا اذا بتخرج نظرته للعالم هو شايف الحاجات دي ازاي بيركبها ازاي بيعيد صغيرتها ازاي زي خالد ما كان بيقول ان انت الامل الفني عموما هو بيلعب على ايه هو بيلعب على فكرة انا بجسدلك شخص زي ما كنا بنتكلم من شوية بتحطه في مواقف حياتية درامية في حياة يومية او واتيفر يعني ايه الوضع انت كبناء ادم بتتحد معاه او بتحس بيه كاملدا او بتصدقه اذا انا هنا وانا بصنع ده انا بصنع شخصيات اوكي من دم ولحم وعشان كده لغة الدراما هي اكتر لغة ملأمة للتعامل مع البنقادمين غير المواعز لانه مثلا واحنا بنتكلم عن فترات وجود الشيوخ في كل الفضائيات كان المجتمع ما حصلوش لحالة روحانية راقية ولا اي حاجة على largely على العكس اللي انا بس عايزة اقوله في النهاية اللي انا عايزة اقوله في النهاية ان السينما لا يمكن ازلها عن الحياة البشرية عموما لا يمكن لانه ممكن النهاردة هحد يقرر ان يقومو BEG انه يعمل فيلم عن عبسية الانسان مثلا او عن عبسية الكون او عن عبسية الحياة وانها بلا جدوى هو ده بالزبط هو ده جاي منين؟ من تجربة حياتية وتساؤلات حول العالم وحول الكون والحياة والإنسان إذن ما فيش حالة صحيح لما بنقول سجل لشخص وهمي لكيف يتعامل مع الحياة وهمي هنا محتاجة الكلام عنها لأنه كانوا بنين التعريف ده على أساس ذاكي جدا إن النهاردة وإحنا عارفين عبد الناصر وعارفين مارلين مونروه وبونابرت لا يمكن وأنا بكتبه أو خالد بيخرجه يدخل تحت جلده ويشوف إن اللحظة دي الموقف الدرامي ده كان حاسس به عبد الناصر إزاي؟ من هنا جاي فكرة الشخص الوهمي تمام؟ يقولك عن الشخص أو وجهة نظرك أوه رؤيتك في الشخص ولكن أنت بتاخد من عندك أساس بمعنى أنا النهاردة لما أجي أتكلم زي ما بيقول خالد مثلا بجيب ميكانيكي مش هقدر ألبسه لغة واحد موسيقار لكن كمان حتى في الكتب بيقولولنا حاجة زريفة قوي عشان كل حاجة محسوبة في اللعبة دي إن هذا الشخص الميكانيكي حياته بس مش قاعد في الوارشة عنده اهتمام سياسي عنده أصدقاء في الحياة الاجتماعية يعني أكيد اللغة دي مش بيستخدمها ليلة على نهار فتتحول لحاجة مملة سخيفة يعني حتى في الإطار ده وقت وبتلي كل حاجة لها حاجة هل بالفعل السينما بتقدم صورة نقدر نقول إن بعد 30 سنة اللي بتفرج عليها هيعرف صورة المجتمع من خلال أفلام السينما دلوقتي ولا هنقدر ساعتها نقول له لا والله ده تصور خالد يوسف عن الواقع وقتها وتصور عزة شالبي هل هيقدر يخرج بشكل واضح المجتمع كان شكله إزاي؟ بكل تأكيد لا والسينما ليست أداء للتوصيق ولا للتاريخ خالص هي رؤية في التاريخ أنا شايف القاهرة كده غيري شافها حاجة تانية أنا ركست أنا شفت لما صورت القاهرة صورتها الحضائق والحاجات الجميلة والأنهار والأنهار وحد شايف تاني غيري صور المزابل لا هي دي الحقيقة ولا هي دي الحقيقة لهو ده التاريخ الحقيق للकاهرة ولا ده التاريخ الحقيق للقاهرة دي رؤية خالد يوسف في القاهرة ودي رؤية عزة شالبي في القاهرة ودي رؤية حضرتك في القاهرة لذلك حتى لما بنيجي لحدثة تاريخية نفسها لما نيجي نتكلم على عبد الناصر ولا نابليون ولا الأندلس ولا أي فترة تاريخية معروف على طول أن دي رؤيتي في التاريخ وليس التاريخ لهذه الفترة لما تيجي للنص يا صلاح الدين تشوفي حجم حجم الخروج على الحقيقة التاريخية مذهل بس هي هذه الحقيقة اللي وقرت فجدان الناس باعتبرها الحقيقة ماشي والناس بتعرف صلاح الدين من الفيلم وبتعرف براحتهم براحتهم لكن صلاح الدين لايوب ما كانش لو ابن مدفع حرب صحيح وقضبالك واستشهد ليه ليه عملوا كده يعني انا ما سألت لأستاذ يوسف ليه عملته كده قال لي انا ما قريت السيناريو لقيته هنا عظيم وهنا عبقاري وهنا فارس وهنا مجاهد وهنا فحسته ان هو ايه نبي مقدس فحبيت اعمله نقطة ضعف انساني فقلت للسيناريست ما تيجي نعمل له كده ابني يكون مات في حرب عشان يحس ان نحس انه بنا ادم مش اله وقضبال حضرتك وعملوه فعشان كده بقول لحضرتك النص صلاح الدين دي رؤية يوسف شهين في النص صلاح الدين في حد تاني زي زي ابن رشد في حد تاني يعمل نص صلاح الدين ممكن يطلعه سفاج دماغ وما نيجي نحسبه ما نيجي نحسبه عمرك ما تقدر يتحسبيه تاريخيا انت تقدر يتحسبيه فنيا انه كان يريد ان يقول ان صلاح الدين كان انا سفاحا مجرما ونجح نجح في استخدام ادواته بشكل مزل كي تصل رؤيته وهنا النقد الفني يتلقفه بقى انه ادواته كويسة او لا بعيدا عن فكرة هو صلاح الدين كان فاسد كان سافك للدماء ولا كان عظيم الحقيقة بعيدا عن حياة تاريخية انا بس عايز ارجع يعني افك الاشتباك شوية اما انا بقول انه حدوتة مرئية وسيلة من وسائل التعبير الانساني الاتنين دول اللي انا استخدمتوه على الاجمال كده يلخصولك رؤيتي برضو مش يلخصولك رؤية المنصة يلخصيلك رؤيتي انا بقول ان دي حدوتة مرئية انا بعبر بيها عن نفسي البشرية طب هي مين بقى لش نفس البشرية دي اللي هي مين اللي هي خالد يوسف ده تربى فين زي ما قالت عزة ده عاش ايه معاناته ايه وبالتالي غصب عني هلاقي فيه تأثر بالواقع بس اللي انا عايز اقوله فيه ما يتعلق بالسينما بتؤثر في الواقع ولا بتأثر اه صحيح بتأثر وبتأثر وبيعثر ديالكتيك والجدل ماشي بس مش لدرجة الخلق مش لدرجة الخلق ايجاد ظاهرة او خلق ظاهرة او ظاهرة عنفق لكن تفاصيل البسيطة شكل النبس شكل الكلام الماضي ما هو ده ما احنا قلنا فيه تأثر وتأثير فيه تأثير هقول لحضرتك على مدار سنوات عديدة من التلاتينات او من اول السينما حتى لغاية اللحظة اللي بديتكلم فيها حصل تغيير في المنتاليتي بتاع الاسرة المصرية في تعاملها مع البنت في حكاية الحب مثلا زمان في الاول في اول الالفية اللي فاتت لو كانت البنت اعربت عن حبها لفلان تبقى بنتك انها خطية على طول مش كده وكان المجتمع ما بيقبلش فكرة ان البنت حتى تختار عرسها السينما ساهمت بدور في تغيير هذه المفاهيم طيب هل هي سهمت عن طريق العقل يا دكتورة انا عايز اقول لحضرتك لا هي سهمت عن طريق انها سربت للوجدان ارتياح للحالة ان البنت لما بتروح في الفيلم تقول لها باباها انا بحبه يا بابا ويقهرها ومعرفش ايه وبشوف النتيجة انها في الاخر انتحرت او في الاخر حصل معرفش ايه او في الاخر فشلت حياتها او اي قصة يعني بنبقى مستهدفين منها حاجة فيلم ورا فيلم ورا فيلم النفس البشرية الانسانية المصرية ديت بدأت تتقبل الفكرة دون فكرة انها استخدمت ميكانيزمات عقلية لان بقول لك بقول لحضرتك السينما بتركز على فكرة الوجدان على تهزيب الوجدان على ما يستقر اخطر طبعا على ما يستقر في وجدانك من خلال ترقومات كمية بتحصل انت بتكتب الكلام ده فاعتبارك وانت بتكتب كلم انا اقول لحضرتك انا على المستوى الشخصي واستطيع ان ابرق نفسي يعني واقول الكلام ده لكن انا مش عايز اتهم حد المشكلة هي التمكن من الادوات المشكلة يعني احنا عندنا مشهد مخدرات قاعدين يشربوا مخدرات والله بلغة الشارع يضربوا مخدرات كويس كده او مشهد اغتصاب او مشهد اي ظاهرة اجتماعية سيئة او مرض اجتماعي لما بتيجي انتي انا شخصيا بعمل كده هل بقيت مخرجينة بيعملوا كده مش عارف اقول اه او لا عشان ما اتهمش حد او انف التهم عن حد انا باعد اعمل ايه باعد احسب الدوز والشط ده لما هيتعمل لغاية فين والمزيكة هتنزل فين والقطع فين هيوصل للمتلق ايه على درجات اختلاف ثقافته يعني ما عملت مشهد اغتصاب بتاع حينما يصارها بتاع سمية وهي بتغتصاب من اربع شباب والله العظيم انا اعدت في المشهد ده ايامه ليالي احسب كل كدر فيه حتى لا يخرج طفلة او شاب في فترة التكوين ويخرج حابب انه الاغتصاب ده حقيقة جميل قلت لازم اخلي الشباب حتى اللي هم عندهم فوران جنسي في فترة المراقة انه لازم يخرج عنده تقزز مش بقى الشخص العادي للشاب اللي هو المراقق لازم يطلع عنده تقزز ويستقر في وجدانه تقزز من عملية الاغتصاب ورغم كده تهاجمت على المشهد ورغم كده تهاجمت وانا ساعتها تحددهم وقلت لهم هتولي شاب عنده 16 سنة اسيرة من اسيرة غرائزه او انا اسرته من هذا المشهد ولو طلع فعلا في واحد لازم تاخدوه على طول تروحوا بيه ما صحة لانه اكيد مريض لان احنا طبعا بنقدم سينما للاسوياء مش للمرضى فانه كون عنده بقى هوس جنسي ما فيه فيه شباب بيصاروا لو سمعوا كعب ستة على السلم في العمارة بتاعتهم طبعا انا اعمل لهم انا ايه دول يعني اتعامل معهم ازاي يعني يعني على كل الاحوال انت بتخاطب سيقعم والمفترض ان الفن بيحاولوا يخلق حالة مختلفة فيها قدر من الزاتية قدر محاولة التحرر من قيود المجتمع مع نوع من المسئولية الاجتماعية لاي مدى هي موجودة خلونا الاول نفتح الباب لبعض اسئوليتكم انا واسقة انها هتفتح باب لنقاش تاني على المنصة وقعية السينما بدأت في الاربعينيات السيد صراحة بصيف العزيمة العزيمة الاول بس العزيمة هو اول فيلم واقعي بس اللي رصخ الواقعية في السينما المصري السيد صراحة بصيف ده الكلام ده كان في الاربعينيات وكان بيحاكي مثلا للمجتمع او لامة كاملة فكرة الاثنين في المية انا يعني مستبعدة شوي فساد التربية والتعليم في مصر هو الاساس فيه مدرسة مشاغبية وانما تيجي تتكلمي فهتتكلمي عن حد مهم جدا في هيئة المصر مش موافق برضو فساد التعليم فساد التعليم لا فساد التعليم هو فساد التعليم فساد التعليم يعني فكرة الولد يشرب سجاير احنا مكناش نسمع عنها في الستينات يا سوز ابراهيم اللي بيحصل في المدارس دلوقتي تجاوز تجاوز بس هو الاصل بيجيبوا عيال في المدارس في الاصل فيه ما فيهاش حديث يعني في الاصل فيه فيه طبعا يعني مدرسة مشاغبين بتعتبر حاجة منقحة ومزيدة زي ما فيقوله لا مش منقحة ولا حاجة ده بداية الحكاية عمر دياب يعني وزارة التربية والتعليم عاملة كل واجبها والأسر والوضع الثقافي كله عظيم وبالتالي حصلت الظاهرة دي من الفيلم لا لأنه هو في النهاية لأصول بمعنى أن احنا النهاردة لو جينا تكلمنا عن فكرة مثلا أي ظاهرة من الظواهر اللي هي عمل لنا أزمة زي التحرش الجنسي مثلا حضرتك أكيد لما تيجي بتوع الاجتماع والاقتصاد وكل الناس علماء الاجتماع كلهم لما يتحطوا قدام ظاهرة التحرش هيعدوها لأسباب كتيرة جدا جدا هي عليها صلة بالوضع الاقتصادي هي عليها صلة بالوضع السياسي بالوضع الثقافي وبالتالي هنا لا يمكن يطلع فيلم يتكلم عن التحرش فيبقى هو المسؤول عن التحرش المؤسسات كلها اللي عندك التطور الطبيعي للسياسات والاقتصاد والحالات القصية اللي بتبقى أعراض عن تظاهر سياسي دي تاريخها رجع لسنين طويلة لا يمكن فيلم واحد هو اللي يبقى ينشأها خليني خليها سألك هنا يا سيدة عزيزة هل ممكن ان تقديم هذه الظاهرة باعتبرها شيء محبب في فيلم او العكس ان انا عايزة اقاوم التحرش عن طريق السينما فقدمها باعتبره سلوك سيء يترتب عليه عواقب ممكن تؤدي بصاحبها لانه يدخل سجن فترة طويلة او انه ينبذ اجتماعيا اولا السينما مش تعليمية خالص مش بتاعة توجيهات على الاطلاق التوجيهات والحاجات التعليمية موجودة في الصحافة في المنابر كده لكن السينما دورها بشكل اساسي لو هي كانت دور بتاع تعليم ما تلعبش اللعبة دي لانه ما تلعبهوش لانه مباشر التعليم مباشر التوجيه مباشر ولكن انا رأيي بشكل بقى منفصل ان الفيصل في تناول اي ظاهرة ايا كانت سواء على المستوى الكوني او على المستوى الاجتماعي هي مرتبطة بالشخص اللي بيصنع رؤيته للعالم ده شكله بمعنى زي ما كنت بدي المثال المتواضع بتاع اصرار البنات ان انا هنا بعمل ادانة للمجتمع في وضع تاني ممكن ياخدها بشكل اخلاقي ويجين هزي الفتاة بعيدا عن كل الظروف اللي قدت لدوت وبالتالي هنا لا يمكن تعميم كمان انا كاتبة او خالد كمخرج انه بيشوف الظاهرة ازاي دا معناه ان فيه ظاهرة على ارض الواقع هي شغلتك انت شخصيا خلينا اتفع في حاجة طب انا بس عايزة لانا لو انا عندي الاساس خالد يوسف وعندي طبيب تمام لو الطبيب اخطأ هيخطأ في فرد ولو الاساس خالد يوسف عفوا اخطأ ازاي خالد هيخطأ في قوم هيخطأ في ايه هل فيها سئلة تانية مونة شماخ الحقيقة انا مش عارفة ليه بقيت السينما الواقعية مرادف للقبح احنا بقينا نقدم القبح على اساس ان هو واقعي اوكي انا متفق طبعا ان الواقع مليء بالقبح لكن طب انا ليه بقدم ده يعني لا بس حضرتك فيه فرق بين ان انا اقدم البلطجي على ان هو البطل يعني افلام زمان كان فيها بلطجية بس مش هو البطل مش هو الحاجة اللي الشباب تقلده هو حد بيتقدم بصورة كريهة هو موجود بس مش هو البطل مش هو الايديا اللي الموجود في المجتمع يمكن انا شايفا ان كانت البداية ومعرفش كانت هي دي البداية ولا بس يمكن على حسب ما اعتقد كان فيلم الكيف فيلم الكيف قدم تاجر المخدرات على ان هو ده البطل قدم مراته على ان هي بالضحي وخلنا نتعاطف فيلم العار سوري العار وخلنا نتعاطف قوي مع النموذج ده ان ازاي الست المضحية اللي كانت اللي هي نزلت وماتت يعيني وهي بتجيب المخدرات يعني الناس زعلت علشانها بس هو في الاخر عمل خاتمة سوداء الخاتمة دي ما خدتش لحظات ما خدتش حاجة لكن طول الوقت احنا متعايشين معاه انا عايشة مكانه انا ناسية ان دي حدوتة وناسية ان هي حدوتة لشخص انا كرهاه لكن انا فعلا اتعاطفت معاه اتعاطفت مع امراته فهو ده النموذج اللي انا بقدمه باسم الواقعية طب ما خليني برضو اقدم زي ما كانت دكتورة بتقول ان الست زمان كانت بتقلت فاتن حمامة في لبسها في كلامها فانا السينما فان وبيعمل تواصل بين الثقافات والحقيقة كلام اللي حاجة بتقوليه كلام دايما بيتكرر وانا مهتمة جدا انا اسمع تعليق عليه من ضروف هل السينما الحالية في مصر بتعكس مشاكل الشعب المصري بطريقة ايجابية ام لا شكرا بطريقة ايجابية ام لا ايجابية ام لا بالنسبة لست خالد حضرتك قلت رؤية تاريخية هي رؤية تاريخية ستتحول الى سجل تاريخ شئة ام ابيت لان بعد 40 سنة او 50 سنة انا مش هابة موجود او حد هنا موجود فالاجيال الجديدة مش هتشوف القاهرة الا من خلال افلام او من خلال المشاهد الصعبة دي وبعدين المجتمع كله مش فيه ايه مش فيها عملية اغتصاب بس ده فيه ناس بتكافح وناس بتذاكر والناس فيه علمة وفيه وفيه طبعا من حضرتك تعمل زي ما انت عايز اوكي وانا هقول رأيه زي ما انا عايز حضرتك بتقولك الحرية طبعا اذا انا هقول رأيه هي سينما النهود من اجل الحصول على النقود وليست سينما تاريخية ولا تخدم المجتمع فيه شيء انا بتفق مع الوستاذ خالد طبعا في اللي هو قاله بس عايز اقول ان السينما والمجتمع كلا هما يؤثر ويتأثر بالاخر ومن الزاوية دي حضرتك بتديني رؤيتك فعلا للي انت بتقدمه فمن هنا عليك مسئولية وعلى الكاتب وعلى كل بالذات الكاتب والمخري مسئولية ان انت الرؤية دي تكون بتنعاكس على المتلقي وزي ما انت بقتك بخلفيتك بثقافتك بتقدر تصغلي في دكان شحاته اللي رجعت بيا بيه لورا ودتني خلفية كاملة عن البيه اللي هو بيدفع بالخادم بتاعه لانه يبقى قاعد جنبه وياكل واشرب معاه فمن هنا بيتأثر وبيتأثر والتحولات في شخصية الولاد والرمز اللي استاذ عزة بتقول ان الرمز لا لا الرمز موجود لما الشرخ بتغطيه صورة والمقصود هنا مش صورة قد ما هي الشخص فده كله رؤية خالد يوسف اللي انا عارفة ثقافته وخلفيته بتقول لي ايه فببقى شايفة الخطأ وعارفة هو يقصد عايز يوصل لي ايه من هنا في مسئولية على الكاتب وعلى المخرج في تقديم سينما تؤثر وتتأثر من وبالمجتمع وده لابد وانه يكون يعني من وقع مسئولية عندك من وقع مسئولية على اي حد اني ده لابد وان السينما ترجع يبقالها دور جوة المجتمع لان السينما اللي موجودة حاليا مش سينما رؤى ولا وجهات نظر لا سينما من اجل المكاسب المادية فقط لغير دون النظر للمجتمع جميل انت بتأكد على المسئولية الاجتماعية للكاتب انا مع الاستاذ خالد يوسف في كل ما قاله الفنان مالوش علاقة باللي انتوا بتريده كله الفنان حالة لوحده الفنان اما بيشوف قمامة او زبالة بيرسمها بوجهة نظره وجهة نظره هو هو فعلا بيبدع هو خالق للشخصية هو خالق للشخصية هو مالوش علاقة هو بس بياخد الموتيفات الصغيرة بتاعتها انما الشخصية كاملة بتاعته هو والدته هو اللي عملها هو اللي استحضرها الموتيفات واخدها من الشارع عادي موتيفات طبيعية عشان الناس تبقوا واثقا فيه انما الفنان مالوش علاقة بده كله الفنان في مجاله خاص بيه مش مسترد انه هو يفكر انه هو يأثر في الواقع ويتأثر بيه في اسئلة تيني؟ اصد خالد قدم الواقع وكان عنده رؤية خلاقة وبناءة للمجتمع وكان فعلا الفنان دوره انه يشاور للناس عاين الخطأ ومش كده هو بس ويشاور للناس فين الحل ويشاور للناس يفكروا معنا ان هنروح على فين؟ فهو ده سينما خلادي يوسف اللي انا فهمتا فيه ما بعد من خلال تفاعلي مع الواقع ولكن عايز اقول للناس خلادي يوسف والكل الفنانين ان فعلا الفنان خلا من الجمال في عرض الصورة وهي دي المشكلة ان الفجاجة الموجودة في الشارع والفجاجة الموجودة في حياتنا الفن يدور برضو ايضا انه يهزبها وانه يدين الناس امل مش بس يدلوهم الواقع سيء بالشكل الفضيع دو تخلي بالكوا وتحركوا ولكن برضو يدينو من نوع من الامل يعني هناك فيه في السين المصرية زي فيلم شموع السوداء لما تناول موضوع الخيانة تناولها بشكل رهي جدا نفسي نرجع تاني دي وهذا ده ممكن يا سيد خالد ممكن حاليا نقدر نقدم الشكل ده في الروقية مع الفجاجة ولا لا قبل كده كان الشعر هو كتاب العصر وبعد كده بقت الرواية هي كتاب العصر اعتقد انه من 1995 يعني في ال 20 سنة اللي فاتوا السلمة بقت كتاب العصر والكلام انا بتكلم ع السلمة العالمية ده بسبب ان ثورة الانترنت ادتنا فرصة ان احنا نحصل على الفيلم اللي احنا عايزينه لمخرج بعينه ونقدر نشوفه وهنلاحظ كمان انه في فترة اخيرة دي في ال 20 سنة معظم السلمة اللي بتفوز بجوائز هي سلم المؤلف بمعنى انه هناك رجل عنده افكار وبيقدر يعبر عنها بشكل سلمي السلمة في ال 20 سنة اللي فاتوا واعتقد في الفترة القادمة هي اللي هتبقى المعلم الاول للشعوب لسهولة تناولها ولسهولة الحصول عليها ولان هذه المعلومات لو حبينا نعلم الشعب اي حاجة هنقدر نعرضها بشكل فني وبالتالي يؤثر في وجدان الناس ويؤثر فيهم بسهولة يعني حيك منتفق مع الاساس لتتكلم على فكرة المسئولية الاجتماعية لا مش المسئولية الاجتماعية بس هو السلمة العالمية كلها بقت تقدم افكار وبالتالي طرح ما هي بتقدم افكار واصبحت سلمة مؤلفة بقى ازا هتؤثر في الناس ده في الفترة اللي فاتت لانه يعني المعلم انا شايف ان المعلم الاول للشعوب النهاردة بقت السلمة ما بقتش يعني حتى المدارس اتلاغت وبقت كلها الناس قاعدة على كومبيوتر وبتشوف انترنت يعني بقت وسائل اخرى شكرا جزيلا فكرة رؤية الناس نفسهم للسينما والصناع انا حد مش راضي عن مستوى اغلب ما يعرض على السينما في الوقت ده وشايف انه راضيء جدا وسيء بس كمان مش دوري انا مش دوري ان انا اعلم او اطلب من كل مخرج او كل صانع سينما انه هو يصنع فيلم على مقاسي بس كمان ده كمان حتى بيخلق ازمة حقيقية في الواقع في مصر حاليا انا عندي صناعة ما بتلبيش غالبية رغبات كل الناس وازواء مختلفة في كل الناس فهي صناعة تقيلة بتليها تكلفة المادية عالية جدا بس اعتقد انه مهم دلوقتي انه الفنانين والقائمين على الصناعة والمبدعين والمختصين يدوروا على مخارج بديلة تقلل التكلفة وتعمل تنوع مختلف يعني انا في الاخر اما يجيني داود عبدالسيد كل كم سنة على ما يعملي فيلم خالد يوسف كل كم سنة على ما بيعمل فيلم الاسامي التقيلة اللي موجودة اللي بيصنعوا سينما حقيقية بيبقى فيها رؤية انا هنختلف او هنتفق معاها بس بيبقى فيها رؤية وفيها رسالة كم واحد فيهم بيعملي فيلم كل قد ايه فانا اعتقد انه جزء كبير من حل المشكلة وجزء كبير من اللي هيخلي السينما ترجع تعمل تأثير من غير كمان حجر على رؤية المبدعين ان احنا نخلق بشكل او باخر بدائل تعمل لنا تنوع الحقيقة فكرة انه السينما بتأثر في المجتمع والمجتمع بيأثر في السينما المجتمع بيأثر في السينما وده مش محتاج توضيح لكن السينما كمان بتأثر في المجتمع والدليل على كده افلام زي يجعلوني مجرما وكلمة شرف واريده حلا وضد الحكومة فمن ناحية السينما بتأثر في المجتمع او السينما بتأثرش في المجتمع الحاجة التانية لأستاذ خالد كمان لأستاذ عزة اتكلموا بفكرة المصداقية وانا مقتنع تماما بموضوع المصداقية ده لانه لو ما فيش مصداقية في تقديم الشخصيات حنبقى قدام عبس مش سينما لكن انا عايز افهم التوازن يحصل ازاي لانه التوازن ده مهم جدا انا عندي ثقافتي كصانع سينما لكن انا كمان الشخصيات اللي انا بخلقها دي مش قاعد معاها في قوضة لا دي اتطرحت للمجتمع وبالتالي فكرة تأثيرها في المجتمع فكرة وردة جدا فالتوازن بقى اعمله ازاي التوازن ما بين الناحية الفنية وما بين انه ما استضمش بالمجتمع حاجة تانية المصداقية معناها انه الفنان غير محاسب متحاسبنيش لا قدام المجتمع ولا قدام التاريخ يعني حاجة تقصد بالمصداقية او القدرة على التعبير ان انا غير مسئول انا بخلق شخصية انا اللي بخلقها انا اللي بصنعها ده معناه ان انا غير مسئول انا عايز افهم من وجهة نظر حداتك مدى مسئولية الفنان مجتمعيا وتاريخيا بنادر رفاعي مدرد بأكلمة الفنون الحقيقة ان كان عندي ثلاث ملاحظات اساسية في اختم الموضوع كله اول حاجة عن علاقة السينما بالمجتمع الحقيقة ان السينما مش مقبرة ان هي تناقش كل القضايا الجمهور يطالبنا ان احنا نناقشها لسبب بسيط جدا ان احنا الفنان مش مطلوب منه انه يتم اكباره على مناقشة قضايا معينة او على عمل تناول معين والجمهور نفسه مش مطالب انه يكبر الفنان ان هو يقدم فكرة معينة الجمهور مطالب ان هو يقيم الفنان بس فالحقيقة اذا كان الجمهور عنده الحرية ان هو يخش الفيلم او ما يخشش الفيلم فالفنان بالاخرى يعني عنده الحرية ان هو يقدم ان هو عايزه ده ثانية ده اول شق الشق التاني لعلاقة فكرة التأثير والتأثير ما بين السينما والمجتمع برضو وفكرة دور السينما في توعية المطلقي او في النمو بوعي المطلقي لو بصنا المخرج زي عاطف الطيب مثلا قدم كذا فيلم بيهاجم فيهم فكرة الاسلام السياسي وكانت افلام بسيطة وكانت افلام تلقائية وكانت افلام محترمة جدا ورائبة جدا من المطلقي وعلى الرغم من كل ده في نهاية الجمهور ايد الاسلام السياسي بعد الثورة يعني في النهاية مش هايزين نحمل السينما فوق طائطها دي حقيقة النقطة الثالثة لها علاقة بفكرة ما بعد المشاهدة بعدة سنوات اي فكرة التلقي بعد مرور فترة الفيلم اللي ممكن النهاردة نشوفه مستوى منخفض او نقع عندنا عنه تحفظات كبيرة ممكن بعد كده ايه فيلم مهم جدا ونتذكر كلنا فيلم زي باب الحديد يوسف شهين اول ما تعرض الجمهور هاجموا جدا والجمهور انتقدوا جدا بعد كده بقى منتبالوا فيلم محبوب بس شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك انا شايفة برضو ان السينما بتاخد القضية ممكن تكون بطريقة مش مباشرة او بطريقة مباشرة وبتزود من القضية دي طريقة مش مباشرة يعني ممكن اصلا الفيلم بيتكلم عن قضية يعني مالهاش اصلا علاقة بالقضية دي خالص بس من مشهد او لفظ يخلي حاجة دي ترند اصلا ما بين الشباب بيقولوها كده عادي دي طبعا بتأثر تأثير سلبي فانا شايفة برضو ان السينما هتأثر على المجتمع ممكن بيتأثير سلبي اكتر من ايجابي بما ان حضراتكم صناع السينما هل السينما اليوم بتأثر في المجتمع بالاجابة ولا بالسلم ثانيا نقطة للاستاذة عزة شنبي حضراتك احنا دايما هلت نقطة لأول كده هلت نقطة لأول كده؟ لا 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 دي نقطة بسيطة حضراتك احنا دايما بنظهر السلبيات الموجودة في المجتمع فيه ايجابيات جميلة جدا ليه ما نتجاش الافلام القصيرة هل حضراتك مثلا ليه ما نتناولش نتناولش مثلا افلام قصيرة بتغرس مبادئ مبادئ اخلاقية جميلة في المجتمع جميل شكرا جزيلا اخر حاجة للاستاذ يوسف خليد يوسف هل حضراتك بمعنى كلمة حضراتك ان التاريخ فيه فيه اضافات او فيه حاجات شايلين شايلين من من التاريخ ان التاريخ بتاعنا اللي بتقدم السينما المصرية مغلوط كله ولا مش عايز اقول رأيي انا عايز اسأل سؤالك اه انا عايز اسأل سؤالك فضل حال الطيار الدين المتشدد اثر على السينما المصرية شكرا جزيلا على الايجاز واضح ان اسئلة معظمها بترجع تاني وان واضح ان السؤال هيفضل مطروح لمبعد الندوة هيفضل مطروح دايما ودايما وجهات النظر اللي بتسأل عن دور اجتماعي للسينما ومدى تأثيرها وتحملها الكثير من المسئولية اعتقد ان دا كان النصيب الاكبر من الاسئلة انا بالترتيب الجلوس هسمح لكل ضيف بخمس دقايق او خليها يعني هنحاول نحن نختاف اجمالا وانا موجودة كتبت النقاط لو فيه اي حاجة تحتاج لتسكير هبدأ من عند حضيرك افضل زي اسمي الكونكلوجين من اللي اسمعته دا ان التأثير والتأثر وعزة قالت ان السينما ما بتخلقش الظاهرة والدكتور نادر قال ان افلام عاطف الطيب اللي حربت الطيار الاسلام السياسي الناس نزلت انتخبتهم تاني لكن انا عايزة اقول حاجة انا موافقة على دا تماما ولكن انا مقدرش انكر ان حصل حالة اعجاب شديد بابطال مدرسة المشغبين وهنا حصل توحد توحد مع الشخصية فبتقلديها من حيث لا تدري وده حصل تاني مع محمد رمضان على فكرة مش مش بالضرورة عبدو مو يعني كل ما يعمل فيلم كده تلاقي ناس قصة قصته لابسة بانطلونات جينز زي وحاجات كده فاحنا امام الاتنين الاحتمالين موجودين انها تؤثر ولا تؤثر بس الخطورة هو فكرة التوحد مع الشخصية انت لو اعجبت بشخصية بتتوحد معها وبتقلدها من حيث لا تدري ودي خطورة الفن رغم ان مدرسة المشاهدين مصرحية ومحمد رمضان عامل الافلام يعني بغض النظر عن نوع المنتج الفني اخطر حاجة هو انك تعجب بشخصية درامية وتبدأ تحكيها وده اللي حصل في الاربعينات والخمسينات لما الستات المصريات اعجبوا فتن حمامة ومارين فخر الدين وبدأوا يحاكوا على الاقل ملبسهم وطريقة مشيتهم وشعرهم وكده فالاحتمالين موجودين ده مستاذ عزة هم نقطتين مهمين هاخد اخر خط قلته ياسمين يعني بمعنى ان لو انا مطلعة محمد رمضان في المسلسل الاخير والناس قلدت قصته وشعره لكن مش ممكن يتحول لقاتل يعني مش ممكن واحد يكون من ساعة ما تولد متربي وفوضع ثقافي واجتماعي مختلف وعشان شاف محمد رمضان شكله ظريف هو بيقتل يقتل مفيش حاجة اسمها كده اطلاقا وبالتالي حدثت الحدثة من شخص يحمل مكونات محمد رمضان كشخصية جوى الدراما يعني ما حصلش ان محمد رمضان لا لا هو بيقول حاجة لا انت بتقوله على حدثة بتاع العديس الموام ايوا ايوا كانت قابل المسلسل اقول لي ساعتك حاجة اصلا محمد رمضان او مسلسل وده مش في اطار دفاع عن حد واخدها من الواقع وبعدين اه طبعا حصلت قابله اكتب من مرة قصة التعريض الست مثلا في المينيا الحاجة التانية برضو اللي كانت بتقوله ياسمين على فكرة الثقافة بتاعت الملابس ورقة الحوار والتحية الرقيقة بين الناس وبعدها الحقيقة جاية في النهاية لو كنا برضو شفنا حفلاتهم مكلسوم الناس كانت كده ده يعني الناس في جوه الحفلة لابسة كاتو لابسة ميكرو جيب لان كانت الثقافة ساعتها كان في شوية لبرالية ما فيش تشنج زي اللي حاصل وبالتالي هنا السينما مش هي اللي خلت الناس راحوا حفلتهم مكلسوم لابسين كات الثقافة السيدة كانت ساعتها هي اللي طرحها ده وبالتالي في حاجة تانية مهمة احنا لسه ابناء الاتهامات يعني اللي هو من غير التأمل شوية انه ندي كل حاجة حقها ان فيه كلام حوالين ان الفن للفن الحقيقة دي نظرية حصن منقشة عليها كتير جدا لكن في الواقع الناس بتتلمى حوالين التلفزيون بلا شك الناس بتحب تروح السينما لكن ده مش معناه على الاطلاق ان السينما صانعت ظاهرة ربما صانعت التقاط الفاظ زريفة تجاوبت مع مزاج الشخصي بتاع اللي بيتفرج او خلت الشخص وهو ده الهدف الاساسي من السينما هي طرح تساؤنات يعني لما بيكلم على اريدو حلا وبرضو ده قال على اسرار البنات ان بعد ما تعرض بدأوا يناقشوا فكرة الثقافة الجنسية في المدارس الحقيقة الحقيقة ده اسوأ جانب كان في الفيلم لانه مش هو اللي مطلوب ان انا اعمل ده على الاطلاق اللي هو وكمان فيما يتعلق بأريدو حلا كان الوضع بتاع المرأة والوضع القانوني رايح لكده رايح للاتجاه ده هنا الفيلم جيه حرق حاجة مش انه هو اللي صنحها لانه لا يمكن يا جماعة حيوات الناس المعقدة المركبة اللي كلنا جزء منها اللي مليئة بالاضطرابات والعمق في نفس الوقت اللي هي لها تاريخ طويل في النشأة يجي فيلم يحولني من شخص رومانتيكي بعز في بيانه وتحول الى قتل بسكين يعني هاك شايف انه فيه سياق اجتماعي فيه سياق اجتماعي دي بقى ماشية تجاه زميرة معينة زي فكرة مثلا تمكين المرأة وتصادف ان فيه فيلم قدم بيعمل ده يعني ليه مسلا بيقولوا ان السينما فن مش انفعالي مسلا 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 لانك انت في الاغنية ممكن النهاردة تعمل اغنية ثورية بعد الثورة وشفنا حاجات كتيرة جدا لكن الفيلم كتير جدا حتى في الكتب اللي بدرسوها في كل الجماعات انك وانت جوه الحدث وهو لسه سخن بيحذره دايما بلاش تكتبه لانك محتاج تتأمل محتاج تربط الحاجات ببعضها وفيه رسمة كده يعني انا بدر السيناريو ورحوص نحظ عندي تلميذ موجود بعمل رسمة اول ما بدخل في دراسة السيناريو ان فيه شجرة وعليها واحد من فوق الشخص اللي فوق ده هو اللي قرر يبقى فيتك ومعلم وعايز يناقش الانسان وطبيعته وعايز يشوف المجتمع ويشرحه ويقول وجهة نظره فيه وهو واقف فوق ما بيشوفش ما بيشوفش بيشوف كله المنظومة كلها في علاقتها ببعضها عشان يقدر يعمل طرح خاص مش حاجة منفصلة مش قاعد مش قاعد على الارض بس وشايف مش جزء من الفعل عشان يقدر يعمله جميل وتاني معلش حاجة بسيطة الفن كمان مش فقط زي ما كنت بقول هو مرهون بان انا مفروض علي لا انتي النهاردة الشارع في عنف اعملي عنف لا ما فيش حاجة اسمها كده في شيء بيلح علي ككاتب طبعا مش كل الحاجات بتضرب الرومانسية ديت لان احنا في واقع صناعة صعبة جدا احيانا وهي شغلتي بيجي شخص يقول انا عايز الفكرة دي تمام عشان بس ما نبقاش حليمين يعني ان احنا بنعمل كل الاشياء اللي احنا لكن وانت بتعملها لازم تحط فيها جزء من روحك او رؤيتك للعالم اللي تحط فيها بصمتك وتاني معلش السينما زيها زي كل الفنون ازمتها انها عندها باب واحد في مصر تقريبا ودايما الناس بتدين السبكي وانا شايف ان السبكي لا يودان لانه سينما طول عمرها فيها السينما التجارية واوروبا مليانة سينما تجارية بس جنبيها فيها كل التنوع اللي هو الحقيقة في حالة مأزق شديد وبالتالي يمكن حضراتكم عندكم مبرر انه ليه الحاجات طلعة مش بالطريقة اللي انتو شايفينها من وجهة نظركوا انها مش راقية لان فيه ناس كتير جدا ومبدعين كتير جدا الحقيقة مش عارفين يطرقوا ببان عشان يطلعوا ابداع متنوع طيب انا هارجع لأستاذ خالد يوسف هيعلق على كل الكلام اللي تقلب انا طلبت بعد زي وزي عالزة وزي كل السينمايين بعد خمسة عشرين يناير على طول يلا بقى اعملوا فيلم عن السورة وانا واحد بالناس قلت لابد ان احنا نبتعد عن الحدث وثبت بالايام انو لو كنت عملت فيلم وعدت ابجل في خمسة عشرين يناير وكان نزل الفيلم اثناء حكم الاخوان كانت الناس هتضرب الفيلم فكان لابد ان احنا نقعد شوية نشوف نتاج الثورة دي ايه ونبتعد عنها عشان نقدر ننقشها بموضوعية ويبقى لنا رؤية حقيقية فيها مش رؤية نتجة من حاجة مشهونة من فعال لحظة طبعا الكلام كتير جدا بس انا هعرق كده على الكلام كل اللي تقال البطل هو البلطجي الكلام اللي تقال من ناحية دي وتقال في سياق اكتر من حد هو الصحيح انو في افلام انا بسميها بتصنع جريمة ما ادرش انكر ده اللي هي الافلام اللي بتقعد تكرس لحالة البطل ده اللي هو الفاسد والمجرم والمعرفش ايه على مدار ساعتين وتيجي في اخر لحظة مثلا اتحكم عليه بالاعدام فيرضي فيرضي الفنان هنا سريرته على انه لا يروج للنموذج ده في الحقيقة ما تسرب الى الوجدان عبر الساعتين او عبر التلاتين حلقة هو اللي استقر واللحظتين الاخرانين بتاع الاعدام ده مش هي ديت اللي هتأثر في الوجدان قوي ممكن تتنسي كمعلومة فعشان كده بقطرت دايما اي سينمائيين لما يتلقفوا حالة البطل بتاحهم يبقى نموذج فاسد او نموذج مجرم او كده لازم يتلقفوا بعناية شديدة جدا وهما بيحسبوا الدوزان كده زي المزيك لازم يحسبوا كل كدر هما بيعملوه ده هيكرس ايه عمد الناس مشهد عبر مشهد عبر مشهد هيطلع الشاب معجب جدا بزاهرة ببطولة هذا البلطاجي ويحاول يقلد ولا فهنا استخدام المخرج والكاتب لأدواتهم وتمكنهم منها بتبقى جزء مهم جدا من الحكاية انا رأيي فيه مسؤولية فيه مسؤولية انسانية كمان مش غير اجتماعية انت في النهاية انسان فنان ربنا ادك موهبة ما انت هتستخدمها في ايه هتستخدمها تهزب وجدان البشر وتسمو بروحهم ولا هتستخدمها لان هم يروحوا في المفاسد ويبعدوا عن اصلهم الانسان يعني يروحوا مرة اخرى للحيوانية هنا القصة بتاعت الفنان مفيش فنان في العالم فنان حقيقي الا ما هتلاقيه نفسه يسمو بالنفس البشرية نفسه يهز بالوجدان نفسه في حياة تظللها ريات الحق والخير والجمال ان ما فيش فنان لا عنده بيت دعارة عايز الناس لما تصر رائزهم هيخشوا بيت الدعارة ولا عنده تجارة مخدرات لما الناس هتحب المخدرات هيروحوا يشربوا المخدرات ما اعتقدش ان فيه فنانين اللي عمدهم ده ولا عمدهم ده وبالتالي وظيفة الانسان وظيفة الفنان اللي ربنا حباب موهبة اعتقد شديدة الاهمية لانها احد ادوات تشكيل الوجدان للاجيال هي هزي الفنون اللي احنا بنتكلم عنه فلازم يبقى عنده مسئولية ولازم يبقى عارف كويس قوي ان هو مسئول عن الاجيال اللي طلع دي هو هيطلحها شكلها ايه ويفترض انه هو الفيلم بتاعه هو المنتج الفن الوحيد اللي هيشتغل على وجدانه عشان يبقى مسئول قدام نفسه قدام ضميره انا بتصور انه الرقابة مثلا حتى بنت حتى مادة لو المشهد اللي فيه المفسدة اللي موجودة دي بيراغب المشاهد الرقابة بتحزفه بس برضو هنا في الرقابة هي هتوقف على زهنية وعقلية الرقيب ممكن جدا يبقى بيراغب هو ما يحسش وممكن ما يكونش بيراغب خالص وهو احتياطيا يروح شايله فيروح مبواز الفيلم وبالتالي هنا انا رأي ان الرقابة هي ضمير المبدع ووعي الناس يعني التنوع اللي اتكلمت عليه الاستاذة هو الحل احنا عمدنا بننتج عشرين فيلم حل كل حاجة انا عمدي عشرين فيلم للأسف هم محكمين بازواء اصحابهم سواء كان زوءهم عظيم ولا زوءهم هابط فانا انا نهب كده انا الاجيال دي كلها اللي موجودة نهب التلاتة اربعة اللي زوءهم كزا فده طبعا حاجة بجد في منتها الخطورة لكن لو انا عرفت ارجع بالسينما تاني المية وعشرين فيلم هيحصل التنوع ده كله وبالتالي الافلام اللي انتو ركستوا عليها اللي هي بتاعة البلتاجة دي هتبقى نقطة في بحر وهتعدي ومشان الناس مش هتتعلق عليه الناس بقالها خمس ست سنين بتعلق على الافلام دي لان ما فيش غيرها مفيش غيرها لكن لو في افلام لو العظماء اللي موجودين السينمائيين وبالذات الاجيال الشابة اللي انا بسميهم عظماء اكتر من اسد زيتنا الاجيال الشابة الصغيرة ديت انا اعتقد ان فيهم احسن من عشرين يوسف شهين واحسن من عشرين نجيب محفوظ اللي هما في العشرينات اللي كانوا وقود هذه الصورة لانهم انا ما بقولش كده اعتباطا انا انا راصد مواهب الولاد دول وبقول لكم ان احنا عمدنا جيل هيكسر الدنيا انا عمدنا نهضة ادبية وفنية جاية مزهلة لانهم عاشوا تجربة انسانية شديدة الصراء في فترة التكوين غير نحنا احنا عشناها هي تجربة انسانية شديدة الصراء انكساراتها بانتصاراتها بهزائمها الحالة اللي احنا وصلنا لها لكن هي في النهاية تجربة انسانية سرية تجربة ديت في شباب عشوها في فترة التكوين بل شاركوا فيها وصنعوها شباب دول طالع منهم مبدعين ما اقولكوش عليهم يعني انا مقابل ناس كتيرة جدا فيهم في الشعر او في الرواية او في السينما انا عمدي امل في الاجيال دي لو دول الدولة يعني تبقى عندها دم وتبص ليهم وتاخد بأيديهم يعملوننا افلام ويعملوننا مزيكة ويعملوننا اغاني ويعملوننا مصرح ويعملوننا حاجات كتير جدا انت شايف ان الاجابة لسه عند الدولة يعني انت شايف مثلا المقترض ان احد اسباب للأسف هي ما هي الدولة مدام لسه هي معتقدة انها هي الام وهي يعني انت عارفة السلطة سلطة البتريارك هي مزالت لسه فغصبا عننا خلاص هنطالبها ما هي مداما هي حاسة كده وعايزة تأمي بالحكاية على كده خلاص هنطالبها بقى ما هي هي ادت فرص للمجتمع المدني اصلا عشان نعمل حاجة ده ده كسروا الدنيا حتى في الجماعيات المجتمع المدني ان مش عايزين نخش بس في السياسة يعني المهم يعني ف فاحنا عايزين ان نقول الدولة لا عليها مسئولية انا لما عملت افلامي كانت جنب افلام كلها افلام يا اما كوميدية يا اما افلام اكشن وكانوا بيرهنوا كل المنتجين الموزعين ان الافلام ديت هي اللي هتكسب فيلمك ده هيخسر خسارة فادحة وكنت بحق اعلى الارادات في افلام كتير المخرجين كبار غيري ما بتكلمش عن نفسي عشان ما اختزلش الاكاية عمدي ناس كتير لما بينزل الفيلم كويس بيلاقي جمهوره بس برضو ماجه انجينا حتى ضربنا امثلة بأفلام ما حققتش ارادات وقتها زي باب الحديد زي الموميا وبعدين تحولت لكلاسيكيات ماشي فليكن فيه ساعات بيبقى فيه ظرفي ذاتي وموضوعي بيبقى فيه المزاج النفسي للجمهور مش قابل التيمة دي دلوقتي فينجح بعدين بس المهم ان انا ما استخدمشي التهويمات واقول ان الفيلم لازم ينجح يعني يبقى فيه فيلم مبزول فيه مجهود انه حاسب شوية درجات التلقي مع الناس عشان الفيلم يوصل انا بتصور انه الجمهور ده العظيم ده الجمهور المصري لو قدامه الانواع المختلفة من من الوجبات هيقبل عليها كلهم على حسب ثقافته ويحصل هنا العقل الجمعي يتأثر بشكل حقيقي بشكل يعني نقدر نقول انه هو شكل صحي التاريخ حد سأل على الفن يا جماعة الفن ملوش علاقة بالتوسيق والتاريخ وبقولها للمرة العشرين التوسيق والتاريخ مهمة المعاهد العلمية والاكاديميات ومعاهد البحث العلمي والمؤرخين ما بيعتمدوش ابدا على فيلم في اي حتة في العالم ما بيعتمدوش ما بيجيبوش اي فيلم عن الحرب العالمية التانية مثلا عشان يقرخوا للحرب العالمية التانية ملوش علاقة ده فن الفن ده عالم اخر مالوش علاقة. ده رؤيتي في في الشخص ده. ده رؤيتي في الفترة التاريخية ده. ده رؤيتي في الظاهرة الاجتماعية دي. ما اقدرش اصل عليها بشكل علمي. حتى الرواية نفسها نجيب محفوظه هو الاستاذ والعظيم اللي عمل تحليل اجتماعي ونفسي وسياسي للمجتمع المصري في التلاتينات والاربعينات. ما اقدرش اخدها ريفرنس عمدي في رسالة علمية مثلا عام تاريخ التلاتينات والاربعينات. لا استطيع غير ان انا اخدها شاهد. شاهد كده عرضا. لكن ان انا اخدها اه وثيقة تاريخية لا. انا بشكر حضراتكم. اه الحقيقة بكرر الشكر اولا للسادة الحضور اللي شرفونا وتجاوبوا معانا وطرحوا اسئلة في صلب الموضوع. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر ضيوفنا على المنصة. بشكر اه الاستاذة ياسمين فراج. استاذة النقد الفني باكاديمية الفنون. اه السيناريست المعروفة الاستاذ عزدة شلبي. المخرج المعروف الاستاذ خالد يوسف. وهذه مونة سلمان. بشكركم شكرا جزيلا. وبشكر طبعا مركز حضحور اللي اقام هذه الندوة كبداية لندوات. وبتمنى لهم التوفيق للزميلة العزيزة الاساسة هويدة طه.